اهلا وسهلا بكم مع ضفنا الدكتور محمد سعد الدين إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة سعد جروب ورئيس جماعيته مستثمرين مجاز وعدو مجلس اتحاد الصناعات وعدو مجلس اتحاد مستثمرين مرحب بيك يا دكتور محمد اهلا بيك يا سيد خلي احنا دكتور محمد نفيش أزمة في مصر بدون حل طيب يعني لو احنا حبينا نقول على كيفية الاستفادة من ادارة الازمات في علاج التحقيق العدالة الاجتماعية خليه بس قبل ما نبدأ البرنامج ونتكلم في ده انا حياتك كنت بتتكلم وانت في المقدمة بتاع البرنامج بتقول ان الرئيس بقول احنا بلد فيرة احنا فقر قوي وغلاب قوي على الكلام ده هو عنده حق في اللي قاله بس هو ما يقصدش المغزة اللي انت فاهمه ان البلد فقير احنا بلدنا غنية جدا بامكانياتها لكن هي فقيرة زي ما تقول ايه زي ما يكون واحد عنده اسس كتير وعقارات كتير بس ما عنده سيولة وما عندهش فلوس يدفع الكهرباء وما عندهش فلوس يدفع الغاز اللي جايده فده يعتبر في المغزة الوقتي فقير انه هو عنده حاجات تانى مش هافي تصرف فيها ما عرفش باحها ما عرفش يجيبها النهاردة ما عرفش غيرها لكن احنا بلدنا غنية جدا عندنا موارد كتير جدا وده اللي هو بعمله النهاردة هو بيحاول ان هو يستثمر الموارد دي واستغلالها احسن استغلالها انا بتكلم عن اللبزة دكتور محمد لانه هو اللبز كان مع ليش كان مجرح جدا ببعض العاملين من المصريين في الخارج في الداخل متحملين لا 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 لما يبقى واحد مصري شغال عند اي حد في دولة من الدول وفي النهاية يقول له انت فقير اوي انت غلبان اوي فالكلمة لما تطلع من رأس الدولة بتبقى موجود لا هو عنده حق لا دقيق بس ما يقصدش في كلمة فقير ان هو فقير عموما لا هو في الوقت ده انت فقير يعني وقت ما يكون انت مثلا فلوسك تسرقت منك ومعاكش فلوس وماشي في الشارع ومعاكش لقت يأكل انت فقير صحيح انت عندك ام لك بس على ما تحولها وتجيب لك اللقطة دي فقير هو جاء مسك البلد في اللقطة فقير عد الكهرباء عد الماء عد الغاز عد كل حاجات دي اه بيستغل الموارد صح لكن احنا اغنية اغنية بامكانياتنا لكن استغلالها هو اللي كان غلط وده بس ملحوظة بنحوظة وبقا نرجع اللي كانت تاني بقى فضل موز حدك اهنا بس انا ممكن مع الدهاش يا دكتور محمد احنا ممكن نقول هل هل مين اللي كان السبب في سرقة سروات مصر خلال ستين سنة الادارة الغبية اللي كانت موجودة قبل كده مين كان السبب في دخولنا في مشاكل اي حد بيدير عمل يا بنجحه يا بنفشله احنا حظينا جا كده جلنا اقدارة غبية وقعتنا بمعنى اصح كل اقدارة اشتغلت عن نظام الشيوع والاشتراكي مفيش ولا حد في الدنيا كلها اشتغل عليه ولا هو وقع وانت من النوع احنا هنطلع فاصل صغير قوي وناجع تاني لخضراتك تحت امر موسيقى لبيك اللهم لا بيك لبيك لا جريك لا بيك إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا جَيْكَ اشتركوا في القناة اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان لا اله حيا على الصلاة حياة الفلاح حياة على الفلاح حياة على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته لبيك الله أكبر لبيك لا ليك لا ليك إن الحمد والنعمة لك والمر لا ليك أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية مع ضفنا الدكتور محمد سعد الدين إبراهيم دكتوراه في إدارة الأزمات دكتور محمد كان لنا سؤال قبل فاصل كيف نستفيد بإدارة الأزمات في تحقيق العدالة الاجتماعية؟ آآ إدارة الأزمات علم يعني آآ احنا تعلمنا إن مفيش مشكلة قالوا لها حل طالما اتواجد مشكلة اتواجد لها الحل أي أزمة لها حلول بس إحنا بقى المفترض للفرق بين اللي بحل أزمة بتراعية علمية وبحلها بتراعية عشوائية إن اللي بحل بتراعية علمية يحلها بحل قبل تطبيق وغير مكلف تمام فأزمة العدالة الاجتماعية في مصر أساسها إن إنت ما عندكش قاعدة بيانات سليمة عشان تحقق الهدف يعني إحنا عندنا أزمة خاصة بتوزيع الدعم يعني العدالة الاجتماعية مش موجودة عشان إنت الدولة بتدعم السلع والسلع بتروح للغني والفقير إحنا عايزين نقول لا الغني يدفع عليه الفقير يستفيد بكتر فإحنا الكلام ده كله محوره إنك إنت تعرف من الفقير من الغني فقلنا مفيش داعي إنك إنت تدعم السلع لإن السلع راح لكل متعرفش مش عراه طب هنعرف الفقير من الغني إزاي سؤال بسيط جداً من الرقم القومي ومقدار إنفاقه يعني إيه رقم قومي إنفاقه؟ يعني إحنا كلنا عندنا رقم قومي فلو قلنا إحنا عندنا ستين مليون رقم قومي في مصر عبارة عن الزوج والزوجة وعنده اثنين أولاد يعني بنتكلم في متوسط عشرين مليون أسرة ده اللي موجود عليك لو أنت خدت الدعم وزعته على العشرين مليون أسرة خاصة بيهم كلهم وقلنا هندل كل واحد ألف جنيه كل شهر كل أسرة خليك معي بس عشان أديلك القصة الآخر الألف جنيه كل شهر دولت من بكرة وبنقول له والله كل الدعم هيترفع السلع بسعرها العادي أنت هتدفع الألف في مثلا عملت 200 مليار للمعشرين من الأسرة في السنة المتين مليار دولك إحنا بندفع دعم 340 مليار النهاردة يبقى أنت وفرت 140 مليار من أول خطة تعالي نشوف بقى أسر الألف دي ديت على الراجل غني وأسر على الراجل فقير الراجل الفقير مهما كان لما هتعوضه أنت بتاخد الرغيف العيش بكامب خمسة ساغ يعني بتدفع عشرين رغيف في اليوم بجنيه بقى بخمسة جنيه بقى أنت أربعة جنيه فرق في تلاتين يوم بمئة وعشرين جنيه فرق كاربه خمسين جنيه فرق بيتوغاز مية جنيه حسبناها لأنه هو ماكسموم هيدفع سممية جنيه ويتبقى له توتوف جيبه الراجل اللي غني بقى خد الألف جنيه ديت بيحط علىها تلاتين ألف جنيه عشان يعوض اللي كان بياخده من الدعم لأنه هو لو عنده خمسة ستة عربيات ويتفع لهم بنزيم بثلات تلاف جنيه حقيقة البنزيم ده بس خمسة ألف جنيه يبقى هو كان الحكوم بتدعمه بثلاتين ألف جنيه بس في مادة البنزيم الوحيدة اللي بقوت الراجل اللي قال بانده ما كانش عنده عربية بيركب مواصلات يوم ما كانت الحكوم بتدعمه بتدعمه بكتير مية جنيه في الشهر اللي هي فرق المواصلات التفاح فيبقى بالدعم ده بمية جنيه وبدعم راجل غني بتناشر ألف جنيه في بانده واحد بس اللي هو البنزيم زيه في المجتاجات زيه في أي حاجة هو دايما بنسمع كلمة الدعم الروح المستحقي الدعم المستحقي نا هو أنا بقى وصلنا هو وصلنا هو بقى نيجا قالك ما انا عرفش السؤال من اللي كان مطروح ما انا عرفش من المستحقيين بسطة جدا انت رقم القاومة بتاع الناس دي كل واحد هيكتب استمارة يقول فيها انا بطالق انا عايز دعم بتقول لهむش عايز لديك حاجة متقوليش دي خلك كان وتصرف ايه في الشهر يعني إيه بتصرف ايه في الشهر يعني يقول اسمه وانوانه ومراته وولاده واحنا بنصرف كاربا قد كده بنصرف مصرف مدرس قد كده بنصرف أاااا مواصلات قد ااااااااا ايجار قد كده لو انت بسكت الكلام بكون له انا عايز إنفاقه مليش شعب داخله لو هقوله داخله مش هعرف وصل معه لحاجة فلما يجيه الامفاق بتاعه الراجل اللي بص في غاية عشرة تلاف جنيه في الشهر هنأعتبره غالبان وياخد دعم واللي يفوق عشرة تلاف جنيه لأ ماياخدش دعم طيب دي تعرفها ازاي اه 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 خلينا مع بعض بقى يعني لما يجي واحد يقول لي والله انا بدفع كاربا الفين جنيه في الشهر لما انت بخصص لكاربا الفين بقى تخلك كام عن ازنا يعني ده من خلال اصلاة اه ما هو ما هو لازم هكون عنده لما يجي واحد يقول لي انا مأجر شقة تعاش تلاف جنيه في الشهر طب انت دخلك كام مع السلام لما يجي واحد يقول لي انا مدخل مرد المدارس اجنبية وبدفع للعائل مئة الف جنيه في السنة لما انت بخصص مئة الف جنيه لولادك بالتعليم يطلع برا واحدة واحدة كده واحدة عنده شركة يطلع برا واحد عنده عربية تمنها اتنين مليون جنيه ولا مليون جنيه طب انت مخصص لموظفتك مليون جنيه بانت دخلك كام برا يعني هو الاساس في الموضوع ده قاعدة البيانات احنا بنقول له هتعمل الاستمارة على الرقم القومي وتطلب ان انت عايز دعم يطلب الدعم اقول لي مصرفتك كام وانا هيجي بعد كده بقى واحد كتب وقال لك والله انا هكتب مصرف قليلة عشان ايه استفيد بالدعم هيكتب مصرف قليلة احنا طوال التموين والموظفين ده كلهم هنخصص لكل واحد ألف واحد يمشي وراه لو طلع واحد غلطان يعني واحد قال انا بقى ايسا باخد كربة بمئتين جنيه هو بيخدها بألفين بدفع مصرف مدرسة آآ ألف جنيه وهو بدفع عشرين ألف جنيه آآ مفضوط التليفون بتاعتي بقول بمئة جنيه وهي اكتر من كده وموكن الكلام ده يواصق من خلال فواتير موجود لو هو قدم حاجة غلط هنقول له تعالى احنا بنفترض في الناس الثقة وخش في مجال التهرب هنقول له تعالى بقى الراجل اللي بيتابع وراه ده هيجر وراه يشوف عنده غلطك دي اقول له بعد ايساك انت بس ماخدش بالك وانسيت انت كتبت ان انت بتدفع ايجار خمسمائة جنيه وانت دفع ايجار خمس سلاف جنيه انت اغلبت في سفر بعد ايساك انت خدت منك كم شهر خمس شهور بخمس سلاف جنيه آآ هترجع خمس سلاف جنيه وغرامة زيهم وبرى منظومة الدعم خمس سلاف الغرامة ديت هتتوزع على الناس دول اللي هما اكتشفوه والناس دي هتتغير كل سنة حال مشكلة في العدالة الاجتماعية سوق التوزيع طبعا سوق التوزيع ولا تفاوت المرتبات لا 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 النهاردة بيخرج من نفس الجامعة ولاقيه مثلا بتاع البترول بياخد مرتب غير بتاع النقل غير بتاع الكهرباء وهم متخرجين في سنة واحدة موجودة لا اسمح لي في فرق بين المساواة انت بتتكلم عليها ديت ما تخشش في عدالة الاجتماعية اللي يخش في عدالة الاجتماعية ان يكون واحد بيبذل مجهود زي زوج التاني ودي ياخد اقل منه او واحد عنده مهارات اكتر بالتاني لازم ياخد اكتر منه ما ينفعش يتساوي في فرق بين انت تقول المساواة و عدالة الاجتماعية عدالة الاجتماعية يعني اتوفر حياة كريمة للناس دي اللي عدالة الاجتماعية لكن التفاوت في الدخول والامكانيات و التشغيل ده من عند ربنا وعندناس وكل العالم ماشي كده ما ينفعش يزوي人ه معضوهم ما احنا برضو عاوزين النقطة دي مانسباش هل تفاوت الفروق والاسعار و المرتبات و حذيروا ليجلي رجل ايه؟ احنا بقى هنطبق النقطة التانية فضل الاجر مقابل انتاج يعني ايه الاجر مقابل انتاج؟ يعني انت بتنتج كذا تاخد قد كذا ماينفعش اساوي واحد قاعد بيروح للصبح وقت ساعة في الشغل ويمضي ويمشي واحد بيشتغل 24 ساعة بس برضو من عدالة دكتور محمد ان انا اكون راجل خارج هندسة 2012 مساء وخمسة ستة في الدفعة وخرجوا وراحوا اتعينوا في مؤسسات الدولة ده راح التعليم وده راح البترول وده راح الكهرباء وده راح لكن في النهاية بنلاقي الخمسة ما بقبضوش زي بعض بنلاقي كل واحد بالرغم ان المجهود واحد وساعات العمل واحد والدولة القائمة واحدة لكن في النهاية بنلاقي الدخل اللي في البترول يختلف عن بتاع الدخل في البنوك يختلف عن الدخل في الكهرباء بالرغم متخرجين من سيكشن واحد من كلية واحدة في سنة واحدة بنفس ساعات العمل بنفس الامكانيات لا انت عندك حق في دي فرص العمل متاحة للكل ولكن اللي بيبرع ترمى مفيش فساد في إدارة العمل المفروض ان انا عندي ناس اللي بيشتغلوا بيديني إنتاج يعني انا هقولك أمثلة ان عندي ناس فنيين بياخد عشر تلاف جنيه في الشهر وعندي مهندس بياخد دقاتة واربعة تقولي ده هندسة وده فاني اقولك لا ده بيقدي ايه احنا بطاع خاص ده بيشتغل ايه انا كان عندي واحد بيدير مصنع الله يرحمه ما كانش عنده مؤهلات مؤهلاته ان هو بيدير بنجاح ومن الصفح الساعة 5 في المصنع كان مرتب يوصل تأتيين واربعين الف جنيه في الشهر الكلام ده من خمس سنين فاته مش النهاردة دكتور محمد فده احنا احنا بنتكلم في ايه كل واحد وامكانياته امكانياته برضه من ضمن العدالة دكتور محمد ان انا راجل او خارج مؤهل اه وحاسس ان غير في وزارة تانية بيقبض اعلى مني ومتخرج معايا خالد بي اسمحلي حكاية المؤهل ده مش مقياس خليك معايا عشانة بعارف اللي بيحصل على الشهادة بطريقة ما او بغش او باي حاجة او بحفظة او بتلقين ومواش فاهم مش معنى انه معايا الشهادة بقى مؤهل مؤهل انه هو يشتغل ده انا عديني الناس المؤهل للشغل بكفقته فانا ممكن يجيني خارج كلية كلها مع بعضهم عشين واحد هاختار منهم واحد الانسب ليه مش مهم هو الاعلى درجات سيبك من حكاية بقى الاعلى درجات والتنسيق والكلام الفرق ده ده ما يعني ان واحد يحفظ ويطرش ويطلع معاها الشهادة ومعاها مية في المية بقى ناجح لا الناجح اللي بيقدي وزيفة صحة ازاي نستفيد من ادارة الازمات في حل مشكلة المرور انا مستعصية والعاصمة بدأت للأسف خلاص سيفضلها شوية وتقفل بالضبة المفتاح بص يا حديدك حكاية المرور دي سهلة جدا نحن ايه ازمة المرور ناتجة من الباركنج ليه لان احنا المحليات واللي بينه خدوا الجراشات وانستخدمها كمحلات وخدوا الشوارع يستخدمها كباركنج فعملت ازمة في المرور طيب ده حلها ازاي النهاردة سينا بقى ان اللي حصل نحلها ازاي هنيجي ناخد شرع ايا كان هدا الشرع نيجي في نصه خمسوية متر من خصوية متر ونعمل جراش متعدد طابق هتقول لها جيب فلوس منين هنعندنا فلوس متعددة في بنوك هنشتري المكان ده اعمارها هنشتريها ونهدها ارض فضل هنشتريها ونبني الجراش ده وانسي احنا بنينا الجراش هنيجي بقى نفوت على الناس اللي في الشرع من هنا ومن هنا نقول له انت المحل بتاعك ده كان اصلا جراش مش هنهدهه لك ومش هنلغي لك نشاطك بس هتشتري عندي خانة في الجراش ده مقابل دي انت عندك بنك ما عملتش جراش له عايز عشرين جراش هتاخد عشرين خانة عندي هن وبعي لهم الخانات اللي موجودة في الجراش وقرادها يجي لهم واللي ما معوش فلوس هنخلي البنك يقصط له يبقى انا بنيتي الجراشات وملكتها للناس دي تبقى الفلوسها جات من البنك وهتتسدد عن طريق ده نيجي بقى نجيب شركة خاصة من هاش جعب المرور نخليها في الشرع من خط اي واحد واقب عربيته غلط في الشرع الراجل بتاع الوينش ده هيسحبها يودها للجراش ده ويعي ياخدها يدفع لها الف جنيه الله تقولي القانون وما بيسمحش بيدي لا دي اجرة الوينش شركة خاصة بسحب مصلحة لما يجو هو بقى ياخد العربية مش هيروح يدي الراجل خمسين جنيه ولا مية جنيه لانه قريده هياخد الالف جنيه هياخده ما ياخده فانت بعد كده لما تلاقي واحد بيقولك انت هتوقف هنا هتاخد الف جنيه الغرامة وعربيتك هتشال فانت مش هتوقفها هتوقف في الباركينج طب الباركينج موجود وهذا تتوصل المكان انت عايزه مرتاح يبقى انت هنا حلية المشكلة معادش حد يوقف غلط وبعدين المتمم لها بقى انك انت تمنع اي حد يفتح محل او بنك او مضعم او اي حاجة الا ما يكون موفر الباركينج بتاعه والحاجات المخصصة الباركينج ما تستخدمش غير في الباركينج قولي انت جبت الفكرة دي من ايه حض انا كنت في المانيا فكنا بعد الساعة تمانية والليل راحين نتعشة فواحد صاحبي يوقف في العربية في مكان باركينج بتاع اي عيادات قفلت ودخلنا المطعم عشرين ساعة خرجنا مقالش عربية فالرجل صاحب الشركة اللي هو الحجومة المنينة حطاه صاحب كنا فايزة برد صاحب العربية ودهار باركينج راحنا ناخدها دفعنا سبعمائة يورو هل الراجل بعد جدا هيوقف في المكان ده لا يمكن لا يمكن يوقف في المكان ده طب دكتور محمد خلال الفترة اللي فاتت دي في حلقتين قبل كده اتكلمت على السوق العقاري المصري والاسعار الغير طبيعية والمفروض ان احنا نسمحها كمان عشر خمساشر سنة وده ممكن يعني انا حتى يعني وجهت نداء للقائمين على على المشروعات القومية في في موضوع المدن الجديدة اه ان ان الحذر وكل الحذر ان يتكرر تاني اه الانهيار الاقتصادي العالمي زي ما حصل في 2008 وانه فاجأ فيه انهيار لانه هو اول ما بدأ بدأ في امريكا وبدأ في دبي ومن سوق العقارات الازمة العالمية طيب احنا النهاردة بنسمع اسعار في العواصم العاصمة الادرية 27000 وفي العالمين 30000 و35000 و38000 اسعار يعني غريبة وغير طبيعية و وكمان رفعت المدن اللي حواليها يعني يعني مثلا عاصمة الادرية رفعت القاهرة الجديدة ورفعت المصر الجديدة ومدينة نصر السوق العقاري راح فينه بص هدك انا عايز بسك اتفرق من حاجتيين الازمة اللي حصلت في السوق العقاري لان كانت البنوك ممولة السوق العقاري تمويل ضخم جداً على كل مستويات وبالتالي لما حصل دروب ما قدرواش ناس يسرددو لان الفلوس دي كانت تدخل بنوك لكن احنا ما عندناش هنا بنوك بتنول العقارات بالمعنى اللي حصل في دبي او اللي حصل في امريكا يبقى هنا في فرق بين اعمالية اللي يحصل مشكلة ومدحصلش هنا احنا عندنا سوق تنافسي بمعنى ايه اللي عنده فلوس بيدفع واشتري وغالبا اللي بيشتري الحاجات ده كلها زي ما انت قلت بكده مجموعة من الناس هي اللي معاها فلوس وتلاقاها شارع هنا وهنا 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 مش عامة الشعب فدي عمالية منافسة بين الناس ده بعضها لا خليني بس اناقش حضرتك في قصة تتميل بنوك حضرتك النهاردة اه اه حيات المجتمعات العمرانية بتدي بعض الشركات مثلا زي ابراجد علامين انا عشان اروح احجز فبدي النهاردة مقدم وبدي الباقي بشيكات ايو الشركة دي مش بتاخد الشيكات بتاعتي وبتحطها في البنك وبتاخد مقابلها تميل من البنك او تغطية من البنك لحظة بس دي مش موجودة هو اللي بحصل ايه فضل اللي بيشتري هو الشخص والشخص ده مدخراته بيحولها الاستثمار في الاقار تمام فده غير لما انت بتاخد قارد من البنك انت كشخص تاخد قارد من البنك فلا مقدرش تسدد البنك وقف وقع الاقارات وقعت ما هي عكسية دكتور محمد لا لا هو انا النهاردة انت مش هتخدم على انك انت تعمل ده الا زجوت عندك داخل اللوح حذرك شركة خدت مني ومن غير ومن غير ومن غير مش بكلم عن الشركة لا لا الشركة حاجة الشركة حاجة لان دي بتدير اموال وجاهلها ده تدفقات نقدي فهي بتاخد النهاردة ويجيب تفارق الاقصاد بتحاول تسدد بيها لكن اللي بكلم فيه الشخص اللي بيشتري ما فيش شخص هيشتري الا بيشتري عنده مصدر للفلوس دي لكن اللي كان بيحصل بكده كنت انت بتروح تدفع خمسة في المية وبتاخد الباقي من البنك فانت عليك ديون للبنك كل الناس عليها ديون للبنك فلما يوقف ووظفته ما عاربش يسدد نقول ما خوفنا في هذا الاطار يعني انا لما يكون واخد مثلا واحدة السعر بتاعتين الف جنيه ودفعت اقصاته وجيت في نصف الاقصات وما قدرتش ان انا اواصف غيرك هاخدش كامل مكانك ممكن يخدش كامل مكاني وممكن ان انا عشان ابيع ومستعجل على ربحي ممكن انزل بالسعر لبدا ما كنت واخده بتلاتين الف نزلته الى دي عاملات الى عشرين الف وخمستراشة الف يبقى هنا حصل انهيار في السوق بعد ما كان سعر المتر بتلاتين الف نزل الى تمنتاشة الف وعشرين الف نتيجة تعصرات كتيرة لا 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 بص انا اصلا في فرق من حاجتين زيادة الاسعار حتى بتكلم عليها دي ما هياش زيادة خارقة المشكلة ان انت كنت الاول تحت الخطس البلد بدعمها كل حاجة فلما البلد بدأت يعوم الجنيه بدأت الاسعار تنط لكن انت ماشي طبيعي عايز تتعرف بقى قارن بين الشقة اللي هنا وبين الشقة في لندن شقة في امريكا شقة عالميا يعني الاستثمار على علام الاقار ترى ما انت في نفس الليفل يبقى دا يعني انا ابقى سوق عقاري زي دبي او زي كما شوف بقى الدخل في دبي كام ما هو دا اللي اتعافل بقى على خالة بيلي واشوف الدخل ما هو دا اللي جاي ما هو عشان كده او اللي احنا بنبصر الدورة الغربية انا ابقى زيهم في حاجات وما بقاش زيهم في الكل ابقى زيهم في الجزء اقولك بس اشتبع دا اللي هيحصل بعد كده بعد كده انت مرتبت لسه هتعلى ودخلهم هيعلى ان داش تطور الطبيعي انت تطلع من نظام شمولي لنظام رأسي مالي الوقت خلاص فبياخد مرحلة على اساس يعني يا مباركا شمولي طبعا انت عندك شكل كده ترى ما الدولة مدعمة كل حاجة ومحديده لك مرتبك ومحديده لأثار يعني بقى نظام شمولي مفيش فيه النهاردة بدأت البلد تشتغل صح كل حاجة تبقى بتكلفتها برضو الشاطر هندفع له تكلفته بمعنى هو انت كنت تسمع زمان انه مرتبات خمسين الف ومت الف جنيه في الشهر ما النهاردة موجودة فمعنى ذلك ان فيه فئات بتاخد مرتبات كويسة يبقى هنا الانسان الجيد هياخد مرتب كويس اللي احنا بنا كان عايز بقى متساومة على الاسهار العالمين ولكن اللي كان خملان بقى واخد على انه يخد الورقة وراح حكومة وابقى موظف وعاوز ياخد زي التاني مش هيحصل هيشتغل ايه ما ياخدش دكتور محمد الانفاء ما بين مصر وغزة بيتم تهدير كتير جدا من 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 آليات السوق والتجارة المعلنة والمبالغ المهدرة وفي نفس الوقت كمان المنتج نفسه بيوصل لأهلينا في غزة التكلفته عشرين ضعف خلينا اقول لك اللي انت عايزه تفهمه في ديات ايه فضل طول ما انت عامل حظر على اسرائيل عامل حظر على الغزة ملهاش منفذ في المصر المنفذ ده انت هتقفله هيخشه من تحت الارض زي الفران والسلعة بتاعتك هتروح هناك انت بقى هنا مدعمة وتروح هناك جل مدعمة وهيكسبوا منها بقى مية ضعف عشان هما بيخاطر طب تقول لو انت مكاني بتحيل الازمة دي ازاي حل الازمة ان انت لازم ترفع الانفاء ديات في الظاهر برا يعني افتح معابر وحط عليها السلع والسلعة ومجنية تبقى بضعفها وتطلع من عند تروح هناك تغطي يغطي الناس دي كلها ابقى انا كسبت وشغلت ومناعت الناس ديات ان هي تخش بالتهريب يعني استخدمهم لحساب انا انا بكلم اقتصاد هل حضرتك مع ان العيش تو منطقة حرة ليه لا هو السؤال احنا عايزين نتكلم اقتصاد برا اي حاجة تاني مهما ان كان هما غلط انت عايزهم اخدهم اقتصاديا معاك بقوا سياسيا معاك ولا يمكن هركبوا غلط انما طول ما احنا قافلين المعابر ديت ما هيطرق من تحت مهما تعمل عايز ينفس باي طريقة انت بقى خليها على الطريق برا مفتوحة وشغلها بتاع المنفذ مش هشتغل بتاع المنفذ مش هشتغل ليه لان انت موفرها من فوق فمن اللي هيشتري منه هو بيبيحها بعشرة وانت بيبيحها بتلاتة بحاجة هياخد منه ولا حد هيشغل معاه هو بيقسب النهاردة عشان عارف انه هو السلعة من غير بتعفرها واي تمن هيطلبها فيبقى اول حاجة نقفله بقفله ليه لان النافق ده هو مستفيد بيه بس ساعات بيشتغل عكسي ادخل بقى مخدرات واسلحة وكلام من ده وارهابيين طيب انا عشان اقفله اخليه غير زادة جدوى يعني حضرتك مع تطوير المعابر وفتح السوق بالزعب وباشر بين مصر وغزة تحت عيونه وبصر وزارة التجارة والتنمين والاجازة الامنية والسلعة تتبع بمكسب الناس الشغل فقط تكسب وخلتهم يعتمد عليك يبقى هنا محدش يفتح نفع تحت وده مش هسكت برضه لو نفع تفتح هقطعه واجيب اجله انما ده عشان ما خليش حد يفكر اساسا لان التفكير بيجي ازاي الحاجة ام من اختراع انت خانق واحد هيعمل ايه هيكسر الحيطة هيفقره من تحت وبأي ريزك هيخش فيه اعمله لكن لو هو متوفر الحاجة ونقولكش وفرها له على حساب الشعب المصري على الا الا هيبقى الشعب كمان ضغط ما توفرهاش على حساب الشعب المصري لا ده انت تخلي شعب مش يكسب منها يعني هود الكوباية ديت انا جايبها بكم بجنيه اودها باتنين هي دولاتي بتوصل بعشريت معه يبقى انا خفضتله واخدته معايا لحسابي وخسبت منه وامنته وبقى في صالحي وخلته يعتمد علي الله اكبر انا مش هزيقل الكلام ده طيب دكتور محمد الضريبة العقارية كنا طالبنا قلنا يا جماعة ابعدوا عن السكن بتاع المواطن ورفع ضرايب زي ما انت عاوزين فاحنا قلنا احتمال تاخد عدم دستورية كان لك رأيي في الموضوع ده بص حدك اه الدرايب موجودة موجودة بس الهدف منه ايه لازم نفسر ضريبة من ضريبة كلمة ضريبة العقارية يعني ضريبة على العقار خلاص اي عقار موجود له يدير دخل فعليه ضريبة ان ده فعليه الدولة تشارك فيها لان هو بيستفيد من الطرق ومن مجاري ومن حاجة دي فلازم يساهم فيها طيب ايه اللي مع فيه السكن الخاص بتاعك اي مواطن له سكن خاص ما فيهاش شك ولا يمكن حد يقول له ايه فعضربة عليها لان الدريبة المفروض تفرض على حاجة يعني انت بتجي تقول له هفرض ضريبة على المصانع اقول له خلط ما تفرضهاش لان المصنع المبنى بتاعه اللي بيشتغل فيه والحاجات ده كلها هو من ضمن ادواته اللي بيشتغل بها وبيطلع انتاجه والانتاج ده انت بتحسب عليه ضرائب وبتحسب عليه ضرائب مباعات الاستلاك يعني وبتحسب اللي كلهم مضافة وبتحسب ايه ضريبة داخل فهو بتسددلي عليه بتفرض عليه الضريبة ايه الفرق بينه وبين البيت اللي ما بيشتغلش اللي ما فيش فيه مصنع لأ يبقى انت هنا عايزين نفرق اللي ساكن بيته ما ندبعش علي ضريبة لكن انا عندي عشرة بيوت خلاص يبقى عندي بيت واحد سكن ايه مع روش ضريبة الباقي يرفع علي ضريبة دكتور محمد قبل البرنامج واحنا قاعدين مع حديك كنت تحكينا على تجربة سرية جدا لما روح تدولة رواندا اه ممكن تحكينا عليها باقتصال لان احنا عندنا حاجم اسئلة في الجاز تخصص حضرتك يعني انا هقول لحياتك على حاجة ايه رواندا دي انا ما كنتش عارفة عنها حاجة وكنت فيها من دولة فروقية وكنت بس معناها من عشرة سنين ان هم بيقاتلوا بعض وبيرموا جسس في النيل وحاجة كده يعني فكنت رايح وانا يعني معرفش رايح المجهول انما الحقيقة لما روح تيناك سياقت ان بلد صغارة ديت تددع عشر احتراشم مليون في خلال عشر سنين تتنقل النقلة دي تصنف ان هي خامس دولة على مستوى العالم في الشفافية وفي محابة فساد محابة فساد ده كلام لا انا التجربة حامت ازاي يعني انا يعني نزلت قبلها اوغاندا تعبانة بس لما روحت رواندا تنزل من الطيارة الطيارة مضيفة جدا احسن مستران تنزل المطار شيك جدا وانا داخل المطار الضابط اهلا وسهلا من دنيل بتاع في دقيقتين بعديه واحد تاني قالك انت كمعانا كاس بلاستي بتاع مستران دي فيها هدايا قالك بعد ازدك احنا عندنا الدولة بتاعتنا ممنوع يخش لها بلاستي عشان البيئة فهترمي البلاستيك في الزبالة وهتاخد كاس ورقة لما دولة صغيرة بتقول كده في الاول بتاعتها بتحافظ عليها طيب خلصنا كلامنا ونزلنا الملد جارة نظيفة جدا ما في عشر درجة الحرام من 12 اعلى درجة اعلى درجة 27 طول السنة جمال خضرة نظافة وبعدين رحنا هيئة السمار تاني يوم الناس قاعدوا معنا تلات ساعات كابونا كل حاجة اسئلها شرحانة بالكامل وتاني يوم كان محددين ما عاد مع الوزيرة بتاعت البنية التحتية عادنا معها كونتوا الشركة في قدية انا عادت مع الراجل ما نزلت اكواني الشركة تحت في الريسبشن بتاعهم ده عادت من 10 دقيقة خد كل البيانات وصور جواز السفر وحطوا وانداني باس وورد قال لي بعد 6 ساعات هتخش على الويب ساعت ده بالواس وورد بتاعتك دي هتلاقي الشركة بتاعتك مفعالة ومسجلة ما نقلش التجلوبة دي لوزيرة الاستثمار السؤال بقى هنا فعلا تم كلام دي خالنا والشهاد عني الوقتي عبارة عن 7-8 أوراق جتلعين كل بيانات الشركة ورأس مالها وتشتغل في ايه ونظامها ايه وعطيني فيها النظام الضريبي بتاعهم ومدفع ايه وتشتغل ازاي والمحاسب الشكل كل حاجة معمولة انا استغربت لان كل قوضة في المبنى ده مكتوب عليها اسم الموظف ووظفته ورقم تليفونه الخاص كمان اه لما سألت وقلت له تعالى بقولولي الكلام ده انتو عملتوه ازاي قال لي احنا جبنا التجربة بتاعت سرغافورة وجبنا الناس من هناك حاطونا النظام وبنشغع عليه معنى زلك ايه احنا دي برضو نستفيد منها بحاجة دي رسالة بقولها للمصر هنا للمسئولين من فضلك احنا عندنا علماء وعندنا شركات الشطرة وعندنا كل حاجة بس خلينا على جنب شوية النهاردة انا عايز اعمل نظام ما هوش عندي اشوف احسن شركة على مستوى العالم طبقيته فين ونجح اولا تعالى اعمل زيه ودخل بقى المصرين بتوقع الشطار دولت معهم يتعلمهم يشوفوا ويوم يبتكروا وطوروا لكن ما جبهمش هم بدي يحطوا لانه ما عندوش الخبرة وما عملش يعني النهاردة لما جاء ازاي دي احنا حضارة 7000 سنة 7000 سنة دي خلاص بقى انساها ما احنا بنشوفه ما هو انا يعني انا عايز النتيجة يعني انت شوارعك متخططة صح معمولة صح تقولي انا عندي مهندسين وعندي على عين وعن رأس واساس هندسة لكن نتيجتها غلط لكن الجماعة في دبي ولا فيها حتى جابوا الناس اللي عندها خبرة قالوا مخططون خططوا طبقيت خط صح وهم احنا نمشي عليها دكتور محمد احنا مش عايزين نحرم المشاهد من تخصص حضرتك بما ان حضرتك رئيس جامعية الغاز طبيعي هل ممكن يحصل ازمة غاز اخرى في مصر وازمة انابيب لا انا اطمنك مفيش ازمة بوتجاز فيك يا مصر من السنة اللي فاتت ولماذا زي ما احنا عايزين خلاص انتهت حكاية ازمات البوتجاز انتهت لان هم عارفوا سبب الازمة ايه وحلوها الازمات كان بتحسر كلها وكان سبب الازمة ايه كان كلها عدم توفر الغاز دلوقتي الحمد لله ربنا ليه معدد توفر الغاز ديه لان ما كانش عندنا مخازن استراتيجية كان عندنا الغاز بيجي بيكفي سبعة ايام فلو حصل اي ضرب في ميناء في اي حاجة في مركب في نوة واحد ما وردش حسب مشكلة بيخلق ازمة والازمة بتتطور وبتمشي على طول سببك من حكاية انهم بقولك سودة يعني ازمة الغاز بعد كده ان شاء الله في مصانع او جيوت مش يحصل مش يحصل لسبب انه بقولك الوقت احنا عملنا طاقات تخزينية كتير وفده احنا اربع مواني يستقبلوا السفن فما عادش عندك مشكلة في انك توفر الغاز دكتور محمد هل ممكن مصر او نسمع مصر مركز اقليمي للغاز هل في الانتاج ولا في التسييل ولا وعادة التقرير التقرير زي زي حصل زي ما حصل كده في الغاز الاسرائيلي لما جيه هنا هل احنا يعني ننتظر شحنات اخرى من اسرائيل وبعض الدول العربية والاوروبية اشرح لك انا الموضوع اتفضل يعني ايه مركز اقليمي مركز اقليمي يعني زي السوق الجملة سوق الجملة بيعمل ايه بياخد من المنتجين ويدي المستهلكين عن طريق الشبكة بتاعته اللي هو حضرتها وبيوزع بيها تمام مركز اقليمي عشان تعمل الكلام ده لازم زي ما تعمل سوق الجملة كده ويكون عندك تلاجات وعندك اقسام وعندك مخازن وعندك عاجات وعندك عربيات ووسائل نقل وطرق عشان تشتغل الكلام ده نفس الكلام في الغاز ايه لازم يكون عندك بنية تحتية تتحمل ان انت تبقى مركز الخريم ايه بنية تحتية عندنا عندنا مصنع التسليل عندنا المواني جاهزة عندنا الشبكات بتاعت المواسير عندنا الانتاج عندنا الخبرة لادارة هذه الاماكن صح وعندك السوق بتاعك فانت كده مؤهل حاليا لازم تستخدم استخدام صح بقى طب نشوف ايه اللي جنبينا اسرائيل عندها غاز اه بس ما عندهاش اللي عندك كبنية تحتية ووسائل اللي هي عشان تاخد الغاز ده وتصدره لازم تسيله او تبعته في انابيب عشان انابيب ما عندهاش تبعت به عشان تسيله عشان تعمل مصانع ايسالة عاوزة تصدفه كل مصنع عشرة مليار دولار بلاس انه عايز له اربع خمس سنة عشان تنشأه على اخر 2018 هليحسن الاكتفاء الزياتي مانا بجلب في الكلام اهو فمعنى ذلك انه دول غير مؤهلين من اللي مؤهل انت عندك مصنعين ايسالة وقفين بقلهم خمس سنين وعندك شبكة خط انابيب جاي من اسرائيل كان بيوديلهم غازه موجودة وعندك خطة اللي بيجيبك من ظهر من على بوعد 200 كيلو جوة البحر وواصل عندك فانت عندك المواني بتاعتك جاهزة وعندك الشبكة جاهزة وعندك المية تحتية موجودة وعندك خطة سمت جايب من البحر الرحمر مواد البحر المتوسط عشان تشتغل به بواخر فانت عندك شبكة رهيبة تستخدمها لستخدام امثل فانت هنا وعندك بقى متوقع ان عندك انتاج انت النهاردة حقل الظهر بيجيبلك اتنين مليار ادم يوميا على اخر السنة ويوصل لتنين وساعة من عشرة اللي هو الاوبتومي بتاعه وعندك حقل شروق وكذا حقل تانيين هل منطل فيه بعد الاكتشافات الاخرى بنفس المقدار ممكن زيه واكتر منه ما خلاص الدولة فتحت احنا عندنا احتياطيات مقدرة باتنين تريليون ادم موجودين ميتين تريليون حقل الظهر احتياطاته تلاتين فانت ممكن تعمل ستة زي الظهر مش راكب متوسط بس دخلنا في ترسيم الحدود بلاحر احمر كمان ديه ممكن تخش هيه كمان تزود لك ده بتاعك طب احنا قدامنا ديه دكتور محمد عاديين نقول تجربتك في مجلس امناء القاهرة الجديدة مالها يوء والله سمعين ان حذرك يعني موفرين حوالي ستتاشا مليار هو المدينة القاهرة الجديدة حتى مزانية السنة دي ستتاشا مليار جنيه تصرفهم من واحد سبع لغاية تتين ستة في منهم تمانية مليار للاسكان عشان نوفر اسكان لنا عاملين والناس الموين هناك في اربع مليار راحين للطرق عشان نعدل الطرق والمحاور كلها تتزبط فيه للصرف الصحي فيه الكربا فيه للتعليم الصحي يعني هيوا امتداد للعاصمة الإدارية بنفس مدينة زكية ان شاء الله انا متوقع لها ان احنا خلال سنة هتلاقي القاهرة جديدة ديت مختلفة خالص عن الازمات اللي كانت موجودة وكل حاجة فيها التحلي بإذن الله يا فندم احنا بنشكر حضرتك على لقاءنا واحنا محتاجين برضو لقاءات اخرى عشان نقول بعض الازمات اللي احنا مقدرناش عشان ديء الوقت وبشكر الدكتور محمد سعد الدين ابراهيم رئيس مجلس دارس شركة السعد جروب وفي نفس الوقت كمان عدو مجلس اتحاد الصناعات المصرية وعدو مجلس اتحاد المستثمرين وان شاء الله بإذن الله يعني نتقابل في حلقات اخرى دكتور محمد اهلا بك دكتور خالد وبشكر حضرتك كثير وعزائنا مشاهدين في حلقات اخرى من برنامج بلدنا امان اشتركوا في القناة